في مؤشر جديد إلى ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين الجارين لسيما بعد حدث الطائرة السورية التي أجبرتها السلطات التركية على الهبوط الأربعاء في أنقرة بذريعة أن علامتها حمولة مشتبها فيها صاعدت دمشق لهجتها فاتهمت الخارجية السورية السلطات التركية بالعدوانية تجاهها وبالخرق الفاضح للقوانين والمعاهدات وتوقفت ماليا عند إساءة معاملة فريق الطائرة وطاريض سلامتها والركاب للتهديد ورأت أن التصرف التركي يضاف إلى ما تقوم به أنقرة من تدريب وإيواء وتسهيل تسلل وقصف مدفعي للأراضي السورية وبعيد هبوط طائرة الركاب السورية إرباسلت 120 فجر الخميس في مطار دمشق جزمت الحكومة السورية أن الطائرة السورية لم تكن تحمل لا سلاحا ولا حتى بضائع غير قانونية وطلبت السلطات التركية بإعادة باقي محتويات الطائرة كاملة وسليمة وعند تفتيش الطائرة تبين ليزد شحن طرود على الطائرة طرود مدنية تجهيزات إلكترونية على الطائرة مسموح بها ومسموح نقلها وإدرجة نظاميا ما حصل بالضبط أن طاقم الطائرة لم يرفض تسليمها من هذه الطرود بل طلب منهم وسيقة تثبت محتويات الطرود وسيقة استلام هذه الطرود عن الطائرة فتعرض أكثر من شخص على الطائرة لإعتداء جسدي ناهي عن الاعتداء النفسي الذي تأثر به المسافرون السحب البارد علينا وكلبشونا ونزلونا نيامونا على الأرض حطونا بسيارتين وأخذونا لعن سلم الطيارة طلعونا على الطيارة وفتحوا الصناديق والبوليسة تبع الصناديق مكتوب بأنه إلكتر كالكيومين ما في أي موال مشبوعة ما جرى بالأمس بأنه عملية قرصني جوية تركية طلبوا من قائد الطائرة أن يوقع على تعهد وتصريح بأن ما جرى ليست عملية إرغام الطائرة على الهبوط وإنما هبوط للطائرة نتيجة عطل فني وهبوط اضطراري روسيا من جهتها عاقبت تركيا على فعلتها فأرجى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته التي كانت مقررة لأنقرة في الخامس عشر من تشرين الأول إلى الثالث من كانون الأول من دون أن يذكر السبب وطالبت موسكو السلطات التركية بتوضيحات بشأن مبررات أعمال كهذا حيال 17 مواطنا روسيا ويبدو أن القلق تسرب بسرعة إلى أنقرة التي حذرت شركات طيرانها من دخول المجال الجوي السوري تجنبا لتعرضها لإجراء انتقامي محتمل وسارع رئيس وزرائها إلى رفض الاتهامات السورية والروسية لبلاده مشيرا إلى أن الطائرة السورية كانت تحمل ذخائر روسية الصنع تخص وزارة الدفاع السورية وفي حين أفادت معلومات أن الخارجية التركية استدعت السفير الروسي لديها أعلنت وكالة أنباء الأناضول أنه بعدما أجرت السلطات الأمنية في المطار التركي تفتيشا دقيقا على طائرة الركاب السورية وصادرت بعض المواد التي يعتقد أنها أجزاء صواريخ سمح لها بمغادرة المطار بركابها في حين جرت تحفظ عن المستلزمات لإجراء فحوص عليها هذا الحادث الجوي لاقى استحسانا عند مقاتلي الجيش السوري الحر أعتبر هذا الحدث موقف جيد ومشرف من الدولة التركية لغيامه بتفتيش هذه الطائرة لتأكد من وجود أسلحة وعدم وجود أسلحة فهذا الشيء لم يعطي الصورة أن تركيا ستساعد الجيش الحر هذا موقف يسجل للحكومة التركية على موقفها الإنساني من شعبنا المقام ضد الظلم وتقيان هذا النظام ميدانيا استمرت المعارك العنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين لسيطرة على طريق الإمداد إلى مدينة حلب وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المعارضة السورية استولت على نحو خمس كيلومترات من الطريق السريع الذي يربط دمشق بحلب قرب مدينة معارضة النعمان الاستراتيجية وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن وقوع اشتباكات دامية في حمصة وإدلب في مقلب السلطة تحدث التلفزيون الرسمي السوري عن أن منطقة الميدان في حلب باتت آمنة ونظيفة من المجموعات الإرهابية المسلحة وأشارت وكالة سانا إلى أن وحدة من الجيش النظامي نفذت عمليات نوعية في منطقة دوار قاضي عسكر ومشفى العيون والمسلخ في حلب أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير مخابئ ذخيرة وفي حمص اشتبكت وحدة من القوات المسلحة ومجموعة إرهابية في حيباب هود وقتلت الإرهابي محمد بكار أحد أخطر متزاعمي المجموعات المسلحة في القصير في ريف حمص